ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تركز في مشروعتها سواء تطوير الموانئ أو المناطق الصناعية أو الإنشاءات الخدمية والمرافق على الاشتراطات البيئية والتي تنص عليها القوانين المصرية والموافق الدولية جاء ذلك خلال استضافة المنطقة جلسة تشاور مجتمعي حول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير ميناء السخنة الذي يشمل ستة أحواض ويجري ربطه بميناء الإسكندرية عن طريق شبكة خطوط سكك حديدية للقطار الكهربائي السريع السخنة العالمين بطول نحو 33 كم